وفقا لتوجهات صاحب السمو ولي العهد نائب القائد العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء داعمة لدور القطاع الخاص كمحور رئيسي للاقتصاد وبخاصة المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة وما تم الإعلان عنه عن حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي لفيروس كورونا حفاظا على النمو المستدام تعلن هيئة تنظيم سوق العمل عن وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم الزار وتجديد تصريح العمل لمدة ثلاثة أشهر بدن من الأول من أبريل الجاري وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها التام لدعم كافة الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مؤكدا بأنها ستقوم بتنفيذ كل ما من شأنه دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها مؤكدا بأنها ستقوم بتنزيم سوق العمل مؤكدا بأنها ستقوم بتنزيم سوق العمل اشتركوا في القناة